موسيقى 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 بعد كده فيه عايزين بقى نعرف دلوقتي ما هي دوافع اهتمامهم بالحساب للمصريين يهتموا بعلم الحساب لعدة أسباب كياس فيضان النيل يعني علشان يقدر يقيس فيضان النيل يعرف هل في زيادة ولا في نقصان تقدير الدرائب والمعاملات التجارية علشان يقدر يحسب الدرائب المفروضة على المصريين ده طبعا محتاج علم الحساب حساب مواسم الزراعة وتسجير رواتب الموظفين والجنود يبقى لما يجي يقول لي أسباب اهتمام المصريين بعلم الحساب بنذكر الثلاث أسباب دول لكياس فيضان النيل وتقدير الدرائب وحساب مواسم الزراعة وتسجير رواتب الموظفين والجنود تعال نشوف العلم اللي بعده علم الهندسة طبعا لو سألنا أي حد هل المصريين برعوا في علم الهندسة هيقول لك بالتأكيد طبعا نعم أكبر دليل على كده هو إيه هو الأهرامات أكبر دليل على أن المصريين كانوا برعين جدا في هذا العلم علم الهندسة هنا بيقول لي إيه أن لهذا العلم وصل زرواته في عصر بنات الأهرامات ولولا معرفة القواعد والنظريات الهندسية لما استطاعوا تنفيذ المشروعات العامة الكبرى طبعا هم عملوا مشاريع كبيرة عملوا سدود وعملوا قناطر وعملوا قنوات وعملوا طرع وأقاموا المعابد وأقاموا المقابر والصوامع كل ده يعني إيه يعني محتاج علم الهندسة فبالتالي أكبر دليل على برعيتهم في علم الهندسة هو بناءهم لكل هذه المشروعات الكبرى ومن أهمها زبعا زي ما قلنا هي إيه هي الأهرامات يعني الأهرامات رغم مرور ألاف السنين عليها إلا أنها مزالت باقية وصامدة تتحدى الزمن وتتحدى كل المقاومات من كل العوامل التعارية من رياح من أمطار من عواصف كل دوت يعني ما أثرش فيها أو تأثيره كان بسيط جدا فيها وما زالت صامدة وباقية حتى الآن لو مهندس دلوقتي مثلا بنى بناء والبناء دوت قعد 200 سنة ولا 300 سنة بنقول عليه مهندس عبقري فما بالك باب المصريين اللي يعني بناءتهم ومنشأتهم بقالها ألاف السنين ده أكبر دليل على نبوهم وعبقريتهم في هذا العلم يبقى لما يجي لي سؤال هنا يقول لي دلل على براعة المصريين في علم الهندسة هنقول له طبعا ايه بناء الأهرامات وبناء المقابر والمعابد والصوامع وحفر الطرع وتخطيط المدن ده أكبر دليل على براعتهم في الهندسة طب لو قال لك امتى يعني علم الهندسة وصل إلى زروته هنقول له في عصر بنات الأهرامات وصل علم الهندسة لزروته في عصر بنات الأهرامات تعال كده نكمل ونشوف علم الفلك للدين واكترانه بحياة المصريين الكدماء اكبر الاسر في تطور الفلك ليه المصريين يهتموا بالفلك طبعا الفلك هو ايه دراسة بقى الكواكب والنجوم الاجرام السماوية طبعا عبادة المصريين للشمس والاجرام السماوية ده خلهم يهتموا بهذا ايه العلم اهتمام كبير وكان كهنة هليوبلس اول ما نهتموا بدرسته نركز علي دي كواس اوي كهنة هليوبلس هم اول ناس اهتموا بدرست علم ايه الفلك الكهنة دول كانوا بيعمدوا الاله رعى ورمز الشمس وكانوا لذلك بيهتموا بعلم ايه بعلم الفلك وتوصلوا الى معرفة الكثير من مواقع النجوم والكواكب وعرفوا التقويم الشمسي يعني بيعود الفضل للمصريين في معرفة التقويم الشمسي اللي ما زلنا طبعا ماشينا عليه حتى الان فيه هنا طبعا ظهر التعامل الشمس على وجه الملك الرموسيس الثاني زي ما احنا شايفين اهوط ده تمثال الملك الرموسيس الثاني وازي شايف انت الشمس ازاي بتتعامد على وجهه وده بيحصل مرتين في السنة يوم ميلاده ويوم توليه العرش طبعا ده اكبر دليل على براعة المصريين في علم الفلك انهم ما يقدروا طبعا المعبد دوت يعني ده تمثال ده في داخل المعبد يعني مش في مكان مكشوف لا ده جوه المعبد في قلب المعبد في فتحات موجودة في الخارج بتخش منها الشمس ففي اليومندل بالتحديد الشمس عمودية على وجه رموسيس ايه على وجه رموسيس اه التاني يعني ما بيجيش على التماثيل اللي جنبه لا بيجي على وجهه هو بالتحديد في اليومندل بالتحديد فطبعا ده اكبر دليل على اه يعني اديه دقتهم وبرعتهم في الفلك والهندسة كمان تعالا نكمل بقى ونشوف بقية العلوم اللي نبغ فيها المصريين علم الطب والتحنيط عرف المصريون الطب ومرسوه ووضعوا شروطا للملتحقين لتدريسه يعني كان فيه علم الطب وكان فيه كمان شروط لله يلتحق في مدرسة الطب زي ايه كده زي قسرة الصمت وانه يكون رحيم وامين وحكيم يعني الطالب اللي هيخش مدرسة الطب فيه شروط ليل التحق بالمدرسة دي ان يكون كسير الصمت يعني مكلمش كتير يكون رحيم يعني رقوف ورحيم كده علشان طبعا ما يزقش على المرضى وما يتعصبش عليهم وامين وحكيم دي شروط التحق بالطب كمان كان عندنا ايه كان عندنا مستشفيات كانت هناك مستشفيات خاصة لعلاج المرضى وصرف الأدوية وعرفوا التخصص في الطب ركز على دي كويس قوي المصريين عرفوا التخصص في الطب يعني ايه يعني كان فيه أطباء متخصصين في بعض التخصصات زي الجراحة والأسنان والعيون والنساء يبقى زي أهر التخصص في الطب عند المصريين الكدماء الدليل على كده ان كان هناك أطباء متخصصون في الجراحة والأسنان والعيون والنساء من أشهر الأطباء عند المصريين الكدماء ايه محطب وامن حطب ابن حابو دول أشهر طبيبين عند المصريين ايه طبيب ايه محطب والطبيب امن حطب ابن حابو يعد التحنيط من أبرز العلامات على طريق الحضارة المصرية طبعا المصرين يشتهروا أو يبقوا بالتحنيط ولمازال حتى الآن لم يكتشف سر التحنيط حتى الآن ودليل على تقدم الطب والتشريح واعتقد الفرعن أنه ينبغي تحنيط الميت لحماية جثته من التحلل إحنا عرفنا ليه وما كانوا بيقوم بالتحنيط طبعا لسبب عقيدة البعث والخلود إيمانهم بهذه العقيدة خلاهم يعني يهتموا بتحنيط جثث موتاهم حتى يتم حمايتها من التحلل ويكون يعني عصور الروح عليها بسهولة يعني الروح تقدر أنها تتعصر على الجسد وترجع له بسهولة كي تتمكن الروح من العصور على الجسد لتتم عملية البعث لأن لو الجسد تحلل يعني لو عملتش طحنية للجسد وتحلل في الحالة دي مش هيبعث مش هتقدر الروح نية تتعرف عليه لأن خلاص معالمه اختفت وتحلل الجسم ففي الحالة دي لن يتم البعث كده شفنا علم الطب والتحنيت تعالوا كده نكمل مع بعض في هنا بس صورة عندنا الأولة هي للأهرامات طبعا ده يعني دليل على برعة المصرين في الهندسة زي ما قلنا تعالوا نشوف بقى علم الكيمياء سهم المصرين الكدماء في تقدم الكيمياء ونبغه في الصناعات الكيميائية المختلفة زي ايه كده زي صناعة الزجاج والبرونز احنا عارفين ان المصريين صنعوا الزجاج من رمال السحراء وده طبعا بسبب ايه بسبب تقدمهم في علم الكيمياء ساعدهم في صناعة الزجاج والبرونز اعداد المواد التي تدخل في عملية التحنيت قيمهم بالتحنيت كان بيحتاج لمواد كيموية بيحطوها على جسم المتوفع لشان تحفظ جسمه من التلف فبرده ده كان بيحتاج لعلم الكيمياء صناعة العقاقير والادوية طبعا هم برعوا في الطب وقدروا ان هم يتوصلوا الى يعني قدوا صناعة الدواء نتيجة ايه نتيجة لتقدمهم في علم الكيمياء علم الكيمياء طبعا بيستخدموه في صناعة العقاقير والادوية صناعة الاصباغ والالوان وادوات التجميل والعطور يبقى دول الحاجات دي بتدل على براعة المصريين في الكيمياء يبقى لما اقول لك دلل على نبوغ المصريين في الكيمياء هنقول ظهور بعض الصناعات الكيميائية مثلها الزجاج المواد التي تدخل في عملية التحنيت العقاقير والادوية الاصباغ والالوان نشوف بقى العمارة تعبر العمارة عن ثقافة الامة وعن امكانياتها الاقتصادية والبشرية وتتميز بالبساطة والضخمة يعني ممكن تكون بسيطة ممكن تكون ضخمة بيوت بسيطة او ايه على قصور مثلا ضخمة وعمارات كبيرة وهكذا والعظم وكان للعقيدة الدينية عند المصر القديم تأثيرها الكبير فايمانه بالحياة بعد الموت جعله يشيط مساكن من الطين والطوب اللبن خد بالك من الحتة دي دي مهمة اوي هنا بيقول لي ايه بقى بيقول لي ليه المصريين لو قال لي مثلا ليه المصريين كانوا بيبنوا بيوتهم من الطوب اللبن ومقابرهم من الحجارة هقول بسبب عقيدة البعث ايه والخلود ايمانهم بالحياة بعد الموت ان فيه حياة بعد الموت وان حياته الدنيوية دي حياة مؤقتة ده خلاه يشيط مسكنه من الطين او الطوب اللبن ليه لانه هيعد فيه فترة قصيرة ووعدها هيسيبه فهو محتاج يعني بيت يقضي فيه عمره القصير دوت الخمسين سنة او السبعين او حتى المئة سنة بس بعد كده خلاص هيرحل عنه ويسيبه فبالتالي هو بيبنيه من ايه من الطوب اللبن اما المقابر بتاعته فكان بيبنيها طبعا من الحجارة لانها صلبة وبتستحمل طبعا ايه كل عوامل الجو والتعريه والكلام ده فبالتالي عقيدة البعث والخلود كان لها تأثير كبير في الناحية المعمارية عند المصريين جعلتهم يبنوا مسكنهم من الطين ومقابرهم ومعبدهم من ايه من الحجارة باعتبرها بيوت المعبودات والمقابر على انها بيوت للموتة حتى البعث انواع العمارة عندك هنا في المدن والمقابر والمعابد احنا ناخد المدن والمقابر والمعابد هنا في حكمة كده يقول حكيم المصري لا تضر منشأة الغير يعني طبعا ما نعتديش على اي منشآت للغير ونحافظ عليها طبعا لان ايه يعني انت ما ترداش ان حد يعتدي على منشأتك يحدش يعتدي على بيتك فانت كمان ما تعتديش على بيوت الايه الاخرين ولا مثلا تسوأ شكلها او تدمرها او ترسم مثلا رسومات مش كويسة عليها تعالا نكمل بقى ونشوف المدن تنقسم المدينة الى احياء سكنية على اساس طبقي يعني كانوا بيقسموا المدينة لاحياء سكنية على اساس ايه على اساس طبقي يعني عاملين طبقات كده في المدينة او مناطق كده لكل طبقة فيه احياء للفقراء احياء فقيرة وفيه متوسطة وفيه احياء سالسة فخمة لكبار رجال الدولة وبيوت الفقراء متلاصقة وشوارعها ضيقة اما احياء للطبقة العالية فهي واسعة تحد بها مساحات خضراء وحضائق هل الكلام ده ممكن نلاقي دلوقتي عندنا في عصرنا طبعا موجود طبعا موجود في المناطق اللي هي تلاقي او تحس فيها بالفقراء او انخفاض مستوى المعيشة مثلا او نقول العشوائيات مناطق العشوائيات طبعا فرق شاسع بينها وبين بيوت الطبقة يعني الغنية زي مثلا ايه اكتوبر التجمع الشيخ زايد المناطق دية طبعا كارن كده بين المناطق العشوائية وبين المناطق دية هتعرف طبعا الفرق الكبير بين دي وبين دي توجد بالمدينة المراكز الادارية والدينية من كسر الحاكم والمعابد والمنشآت العامة والمدينة تخطط على شكل دائرة يحيط بها صور من الطوب اللبن يعني بيعملوها على شكل دائرة حواليها صور من الطوب اللبن وفيها حصون واقلع طبعا لحميتها من اشهر المدن مدينة اخي تاتون ومنف وطيبة ودول طبعا كانوا يعني بيعتبر عواصم لمصر فترات مختلفة من فترات التاريخ نيجي للمقابر تطورت مقابر المصريين القدماء عبر الزمن كانت في الاول عبارة عن حفرة في الرمال توضع فيها جسة الميت زي ما انت شايف اهو يحفروا حفرة ويحطوا فيها جسم المتوفى كده وبعد كده بيهلوا تراب ايه عليه او الرمال عليه طيب بعد كده بقى مصاطب بنيات غرفة او اكثر للدفن من الطوب اللبن فوقها مصطبة يعني بالشكل ده كده يعني في حفرة تحت الارض بيحطوا فيها المتوفى وبعد كده بيعملوا حجرة او حجرتين وبعدين فوقهم ايه مصطبة الشكل ده طب المرحلة اللي بعد كده الهرم المدرج في عهد الملك زوسر اشار عليه الوزير بتاعه يمحطب ببناء ايه ببناء هرم مدرج عشان يبقى حاجة مميزة ليه يعني اه هو يعني هو ده برضو قبر مجبرة تحت كده في حفرة فيها جسم الميت جسم الملك زوسر وفيه تحت طبعا حجرة او اتنين وبعد كده بدل ما هي مصطبة واحدة لا اعمل ست مصاطب اللي هو الهرم المدرج بالشكل ده يبقى دي المرحلة التالتة هوا الهرم المدرج مجموعة من المصاطب كل منها اصغر حجما مما تحتها بيها غرف ممرات كثيرة تضم ادواته اساس الملك مثل الهرم مدرج الملك زوسر الهرم الكامل بعد المرحلة الاخيرة هوا الهرم الاكبر الملك خوفه هي اضخم مقابر بناها الفرعنة للملوك واشهرها اهرمات الجيزة التلاتة طبعا غرب النيلو اكبرها هرم ايه الملك خوفه يبقى الهرم خوفه ده يعتبر المرحلة الرابعة لتطور بناء المقابر يبقى في البداية كتحفرة بعد كده حجرة او اتنين وفقهم مصطبة كده المصطبة دي بقت ايه بقت هرم مدرج تمام وبعدين في المرحلة الرابعة تطور الى بناء هرم كامل مقابر منحوطة في الصخر تتمثل في مقابر عصر الدولة الحديثة في وادي الملوك غرب الاكسر اه عايزين بس هنا نشوف ادي المراحلة هوت الشكل ده شكل توضيح بيوضح لك المراحل المقابر تطور بناء المقابر ادي المرحلة الاولى هي حفرة تحت الارد مفيش عليها حاجة من فوق اهو خالص بعد كده كانوا عاملين فوقها كده ايه مصطبة يعني تحت مثلا حجرة او اتنين احيانا حجرة او اتنين حجرة مثلا للملك وحجرة اللي حطوا فيها ادواته وبعد كده حاملوا فوق ايه مصطبة وبعدين بقى في يعني ست مصاطب الهرم المدرج في المرحلة الرابعة او زي ما انت شايف الهرم الايه الكامل ده تطور بناء المقابر طيب ليه بقى عايزين نعرف ليه يعني التطور دوت او اهتمام المصريين ببناء مقابر للملوك ليه المصريين الكدماء اهتموا ببناء مقابر للملك لعدة اسباب الحفاظ على جثة الملك بعد الموت شرط البعث الشعبي في الحياة الاخرى يعني ايه يعني لازم علشان الشعب يبعث لازم الملك بتاعه بتاع الشعب ده يبعث لذلك كانوا بيهتموا جدا بالحفاظ على جثته بانهما يحنطوها ويعملوا ليها قبر حصين طيب السبب التاني لان الملك في نظر الشعب ومقدس احنا عارفين كانوا بيمزروا للملك نظرة مقدسة على انه ابن الاله فكان لازم طبعا يحموا جسمه ويبقى المقبرة بتاعته يعني مختلفة عن اي حد اخر لتأمنها من اللصوص حيث ان وجود الحلية والذهب والاشياء السمينة الى جانب جسس الملك يلزمها مقابر ايه حصينة عشان يقضي يعني يحموا المستلزمات بتاعت الملك ومجوهراته ديت لان اللصوص طبعا هيبقوا يعني هطمعوا فيها ويحاولوا ان هما يسرقوها لذلك حتى كان بيتم ساعات عمل ممرات كتيرة وحجرات متعددة علشان يضللوا اللصوص ايه مقدرش يوصلوا الى مكان هذه الاشياء السمينة شيد المصريون الكدماء نوعين من المعابد في عندي معابد جنائزية ومعابد الالهة يبقى انا عندي نوعين من المعابد معابد جنائزية ومعابد الالهة طب مهم اوي اعرف الفرق بينهم بيجي لسؤال مقرنة بينهم المعابد الجنائزية هي خاصة بالكهنة واهل فرعون وكان هذا النوع من المعابد يقوم فيه تقوس الجنازة على الفرعون يعني الملك لما يموت بيصله عليه ويعمله تقوس الجنازة عليه في هذا المعبد الجنائزي تقوم بها الشعائر والانشيد الدينية والصلوات حيث يكتب على هذا النوع من المعابد تواريخ اسرة الفرعون واصله ونشأته ولم تكن تهتم بانجازاته ومن اشهرها معبد منت حطب الثاني ومعبد حتش بسود بالدير البحري ودي صورته اهيت ومعبد الروميسيوم الذي بناه رمسيس الثاني غرب الاكسر وهنا صورة لمعبد الدير البحري الملك حتش بسود شايفين قد ايه طبعا يعني معبد جميل جدا دي من المعابد الجنائزية للملك حتش بسود فيه كمان عندنا اه دي معبد الروميسيوم للملك رمسيس الثاني شفنا كده المعابد الجنائزية وعرفناها هي خاصة بالكهنة واهل فرعون بيعملوا فيها ايه بقى بيعملوها ليه بيقوم فيها طقوس الجنازة على فرعون اه وفيها بيقوم فيها الشعائر والانشيد الدينية وهي الصلوة تعالى نشوف معابد الاله كانت تبنى بامر من الملك وتقوم فيها الطقوس اليومية للمعبود والذي يقوم بها الكهن العظيم نيابة عن الملك وكان يشترك عدد كبير من الناس في بناء معابد الاله وعادة يكرم المهندس المشرف على بناء هذا النوع من المعابد طيب يبقى اللي يهمني في الاخر ايه ان معابد الاله دي كانت مش للملك ولكن مين للاله يعني كانت بتبنى بامر من الملك بتقوم فيها الطقوس اليومية لمين للاله او للمعبود اللي هما بيعبدوه سواء كان راع اخنا اخي تاتون او الملك اتون اسفل الاله اتون او المثلا ايه امون اه الى اخره يعني ايه من الاله اللي عبدها المصريين يبقى كانوا بيعملوا معابد لايه لالاله تقام فيها الصلوات للاله وتقدم فيه القرابيل للاله والكاهن المسؤول عنها الكاهن الاعظم نيابة عن ايه نيابة عن الملك من المعابد دي معابد القرنق والاكسر واتفو ومعابد ابو سمبل وهيبس يبقى دي معابد ايه معابد اله خد بالك لان السؤال هنا ممكن يجيلك ازاي يقولك كارن بين المعابد الجنائزية ومعابد الاله بنذكر دي الايه ودي الايه ونكتب امثلة يعني اول المعابد الجنائزية دي كانت تقام فيها التقوس والصلوات على الملك المتوفى يبقى بيقام فيها تقوس الجنازة على ايه فرعون ويخص بالكهنة واهل فرعون طب زي ايه كده نقول امثلة مثلا زي معابد الملك حد شبسوت بالدير البحري او معابد منتحوتب الثاني او الرومسيوم تاع الملك رومسيس الثاني اما معابد الاله بتقام بامر من الملك تقام فيها التقوس اليومية للمعبود يعني كات بتبنى بامر من الملك بس مش للملك ولكن لاقامة التقوس اليومية للايه للاله او للمعبود منها ايه بقى منها نقول معابد الكارنك والاكسر وادفو ومعبدي ايه ابو سمبل وهيبس في هنا معلومة عن معبد الدير البحر يطلق هذا الاسم على منطقة تضم معبدين خلف ودي الملوك احدهم للملك منتحوته بالتاني والاخر الملك حد شبسوت عرفت هذه المنطقة بالدير لان معبد حد شبسوت كان قد استخدم كدير في القرن السابع الميلادي وقادي صورة زي ما احنا ايه شفنا نكمل بقى كده اه ده معبد الكارنك اهو ده معبد الكارنك ده من المعابد ايه معابد الالهة طبعا فيه كمان ده معبد ابو سمبل ده معبد ابو سمبل برضو من معابد الالهة احنا شفنا صورة معبد الدير البحر والرموسيوم دي جانعي زيه اما معبد الكارنك ومعبد ابو سمبل دي معابد للالهة تعالى بقى نكمل ونشوف الفنون تأثر الفن المصري القديم بمكاومات البيئة المصرية والإنسان المصري المرهى في الحس وتطور الأحداث السياسية والاجتماعية كما فرضت عليه العقادة الدنيا قيود التزم بها طوال العصور الفرعوني نشوف كده النحت طبعا عندنا مجموعة كبيرة من التمثيل اللي تركها المصريين القدماء بتدل على مدى برعتهم في هذا النوع من الفنون اللي هو فن النحت كان النحت أو كانت التمثيل كان نحت التمثيل من الطين والعزام والعيج في عصور ما قبل التاريخ يبقى كانوا بيستخدموا ايه المواد الخامل بيستخدموها في نحت التمثيل الطين والعزام والعيج وفي عصر الأسرات اصدهرت صناعة التمثيل من النحاس يعني كانوا بيعملوا التمثيل من النحاس ومع أواخر العصر العطيق برع الفنان المصري في نحت التمثيل الحجرية من الحجر من أشهر تمثيل الدولة القديمة طبعا الملك خفرع وتمثال أبو الهول وكلنا طبعا عارفينه ومن تمثيل الدولة الحديثة تمثال تحوط موس السالس يبقى هنا مهمة قوي اعرف ايه اعرف ان المصريين نبغوا جدا في فن ايه في فن النحن الدليل على كده ايه التمثيل اللي وجدت بتدل على ذلك منها تمثال الملك رمسيس منها تمثال الملك خفر تمثال ابو الهول طيب تعالي بقى الحاجة التانية او السؤال التاني لو قال لي ايه يا المواد الخام اللي كان المصريين بيعتمدوا عليها في عصر ما قبل التاريخ كانوا بيستخدموا النحط في ايه نحط التمثيل من الطين العزام العاج دول امتى دول في عصر ما قبل التاريخ يبقى كانوا بينحطوا التمثيل من الطين العزام العاج طب امان نحطوها من النحاس امتى نحطوها في عصر الاسرات مع عصر الاسرات ازدهرت صناعة التمثيل من النحاس مع عصر الاسرات ازدهرت صناعة التمثيل من النحاس اواخر العصر العتيق استخدموا التمثيل الحجرية وقلنا طبعا من اشهرها تمثال خفرع وابو الهول وده تمثال الملك خفرع زي ما احنا شايفين في الصورة اهو ومن تمثيل الدولة الحديثة طبعا تمثال تحتموس السالس نكمل كده ونشوف الرسم والنقش ظهر الرسم في عصر الدولة القديمة وبلغ الزروة في عصر الدولة الحديثة خد بالك من الحاجات دي لان دي برضو مواضع اسئلة امت ظهر الرسم عند المصرين في عصر الدولة القديمة يبقى بدايته في عصر الدولة القديمة بلغ الزروة بلغ قمته بقى قمة يعني الجودة والتقدم في عصر الدولة القديمة الحديثة كانت طيبة بمقر الحكم ومركز الابداع الفني يبقى طيبة اللي هي كتل عاصمة مقر الحكم ومركز الابداع الفني فقد ازدحمت بالعمال المهرة والفنانين في الجانب الغربي منها كان يتم الرسم والنقش على جدران المعابد او الكبور زي ما انت شافه هو ده الرسوم مقبري التوت عن خأمون يبقى كانوا بيرسموا على جدران المعابد او الكبور فيه برضو مقبرة الملكة نيفرتاري ودي برضو بتدل على براعة المصرين في فن الرسم والنقش يعني لو شفتها تحس ان هي كأن الفنان او الرسام لسه عملها يعني ما فاتش عليها الاف السنين من اعظم مظاهر الرسم ما وجده في مقبرة التوت عن خأمونو التي تم اكتشافها عام 1922 فيه كمان عندك الرسوم الهزلية فن الكاريكاتير سبقت مصر الحضارات البشرية في معرفة فن الكاريكاتير طبعا كلنا دلوقتي لما بنجيب مثلا الجرائد ولا حاجة بنشوف ايه بنشوف بعد الرسوم الكاريكاتيرية بتوضح مثلا سخرية من حاجة معينة ناقد الموضوع معين من خلال ايه فن الكاريكاتير الفن دوت مش فن حديث ولكن هو موجود ومعروف عند المصرين الكدماء ظهرت الرسوم الهزلية دي في عصر الدولة الحديثة وكان هدفها التعبير عن الوضع الاجتماعي والسياسي للدولة يعني متعبر عن اوضاع اجتماعية وسياسية بطريقة ساخرة بطريقة ناقدة يعني مثل الرسم هزلي بمثل قط يقود مجموعة من الاوز زي ما احنا شايفين الرسم ده فيه برضو عندنا صور اهيت وجدت برضو للرسوم الهزلية عند المصرين الكدماء فيه برضو صورة اخرى هيت من ضمن السور اللي وجدت في العصر الدولة الحديثة بتوضح الرسوم الهزلية واحنا قلنا الرسوم دي كان الهدف منها ايه الهدف منها النقد او مثلا السخرية من الشيء مثلا في المجتمع بيحاول الفنان يصخر منه او ينقضه بس بطريقة ايه بطريقة غير مباشرة من خلال الفن الكاريكاتير زي ما قلنا نكمل كده ونشوف بقى اخر حاجة عندنا في درسنا التواصل الثقافي والفن مع افريقيا تشبعت النوبة او شمال السودان بعناصر مميزة للحضارة المصرية القديمة مثل بناء المقابر على شكل اهرامات صغيرة يعني كان المنطقة دي نقلت عن المصريين بعض الحاجات اللي بقى يعني نبغوا فيها واشتهروا بيها مثل ايه مثل بناء المقابر على شكل اهرامات صغيرة وطريقة الدفن ورسوم المقابر وانتشار عادة التحلي بالاقراط المستديرة بالنسبة للرجال كما ادخل الفنان المصري تعديلات على الفخار النوبي الاحمر وانتج منه اشكال دقيقة للغاية واسهم فنانه مصر في بناء وتجميل معبد قوة وكذلك معبد امون بجبل البركل بالنوبة دوت يعني دليل على ان كان فيه تواصل ثقافي وفني مع افريقيا بين مصر وبين افريقيا انه هم خدوا مننا بناء المقابر على شكل اهرامات صغيرة وخدوا مننا طريقة الدفن ورسوم المقابر وعادة التحلي بالاقراط المستديرة بالنسبة للرجال وكمان زي ما قلنا الفنان المصري بقى عمل تعديل على الفخار النوبي يعني استخدمه مع اجراء بعض التعديلات عليه وعمل منه اشكال دقيقة ومنها بناء وتجميل معبد قوة ومعبد امون وده احد المعابد في شمال السودان برضو يعني انت لما تشوفه كده تحس انه هو ايه قريب طبعا من معابد المصريين الكدماء تعال نشوف دلوقتي اسئلة على الجزء اللي احنا خدناه دوت السؤال بيقول لي دلل براعة المصريين في علم الهندسة ايه الدليل على ان المصريين براعوا في علم الهندسة طبعا احنا قلنا ايه بناء الاهرامات وبناء المقابر والمعابد وحفر الطرع واقمة المشروعات العظيمة بما تفسر اهتمام المصريين بعلم الحساب والفلك طبعا هنا هنذكر السباب اهتمامهم بعلم الحساب وده كانت بسبب ايه قياس فيضان النيل تقدير الدرائب وحساب مواسم الزراع وتسجير رواتب الموظفين والجنون طيب اهتمامهم بقى بعلم الفلك طبعا بسبب عبادتهم للشمس ونجوم وبعد الاجرام السماوية ده جعلهم يهتموا بعلم الفلك واحنا قلنا طبعا ان اول ما نهتموا بهذا العلم هم كهناته اليوبلس اهتمام المصريين ببناء او بمقابر الملوك وتحسنها فيه تلات اسباب خلتهم طبعا يهتموا بمقابر الملوك لان الملك بعث الملك او بعث الشعب ومرتبط ببعث ايه الملك يعني لو الملك ما بعث الشعب بتاعه مش هيبعث يبقى الحفاظ على جثة الملك بعد الموت شرط لبعث الشعب في الحياة الاخرى لان الملك في نظر الشعب ومقدس ده السبب التاني ولتأمينها من اللصوص طبعا حيث انها كانت تحتوي على الكثير من المجاهرات والسروات التي كان يستخدمها الملك نشوف اللي بعد كده سؤال اللي بعده كارن بين المعابد الجنائزية ومعابد الاليها بنذكر دي الايه ودي الايه مع ذكر امثلة المعابد الجنائزية كان بيقام فيها صلوات يعني التقوص الجنائزية على الملك المتوفى ومنها طبعا معبد دير البحري الملك حد شبسوت ومعابد من تحطب الثاني ومعابد الرمسيوم للملك رمسيس التاني معابد الاليها تقام بأمر من فرعون للملك للمعبود تقام بأمر من فرعون يعني الملك هو اللي بيقوم او بيقمر باقامتها ليه بقى؟ لتقديم الصلوات فيها على المعبود او الاله وبيهتم طبعا بيها كبار الكهنة نيابتا عن الملك ومنها معبد الكارنك ومعبد ابو سيمبل والاكسر يعني فيه امثلة كتيرة طبعا قلناها للمعابد الاليها الكارنك والاكسر وإدفو وبو سيمبل وهيبس صحة وغلط لم يعرف المصرين التخصص في التب طبعا العبارة خاطئة لأن المصرين عرفوا التخصص في التب وكان عندهم أطباء في علم الجراحة والأسنان والعيون والنساء زهر الرسم في عصر الدولة القديمة وبلغ الزرافة عهد الدولة الحديثة الرسم ظهر في عصر الدولة القديمة وبلغ الزرافة عهد الدولة الحديثة طبعا العبارة دية ايه صحيح ظهرت الرسوم الهازلية في عصر الدولة الوسطى صح والغلط طبعا خطأ الرسوم الهازلية قلنا ظهرت امتى في عصر الدولة الحديثة ظهرت في عصر الدولة الحديثة مش الوسطى بكده بنكون انتهينا من درس الحياة الثقافية والفكرية بإذن الله في الحلقات القادمة هنبدأ بقى المراجعات تابعونا دايما وإن شاء الله لمزيد من التقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته